السلام عليكم بعجينة بريوش خفيفة وهشة ورائعة جدا رح نحضر منها اليوم المعروك السوري المعروك من ألذ الأكلات اللي نحن بنحبها كتير برمضان حنعملها بطريقة سهلة جدا وناشحة وحتى لو أول مرة بتعمليها رح تكوني محترفة وبأكد لكم أنه حيكون طعمة فعلا أحلى بكتير من الجاهز تابعوني وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير وحضروا الورقة والألم ويلا مبلش على طول أول خطوة بوعاء عميق مخصص للعجن رح ضيف الحليب الدافي طبعا كميات السوائل بيبقى حسب كميات اللي دقيه رح دفله معلقة كبيرة من السكر وكمان رح دفله معلقة كبيرة من الخميرة أو البكت اللي هو بيبقى 14 جرام رح دفله كمان معلقة كبيرة من الزبدة وفي معلقة تانية حنضيفها بعدين لاحقا بالآخر طبعا حرارة الحليب رح تخلي الزبدة الدوب نخلطن خلطة خفيفة مع بعض بمضرب أو بشوكة وبعدين حنضيف عليهم بيضة فيكن تستغنوا عن البيضة بس البيضة رح تعطيكن قوام ونكهة كتير حلوة للعجينة رح نخفق البيضة كتير منيح لحتى تختفي مع هاي المكونات السائلة اللي نحنا ضفناها وبعدين رح بلج ضيف اللدقيق وطبعا اللدقيق عندي منخول فرح ابدأ ضيفه بشكل تدريجي أول شي تلت أكواب ورح حرك وطبعا هاي الكمية اللي أنا رح ضيفها من اللدقيق رح تحتاج اني أنا زوت كمان شوية مي يعني بخلي جنبي كوب ميضة فيه وباخد منه حسب حاجتي لأنه بيختلف من نوع دقيق الى التاني رح نعمل هاي الحركة بالدقيق وهو سائل لأنه رح يعطيني تفاعل قوي جدا ورح يعطيني هشاشة أكتر ومعلقة صغيرة من المحلب لأنه هو هاد اللي بيعطيني نكهة حلوة جدا لعجينة البريوش اللي نحنا عم نعملها وهذا ما يميز المعروك السوري صرت ضيفة خمس أكواب دقيق حسيت أنه العجينة محتاجة كمان شوي صغيرة زودتا وهذا بيبقى بالنظر وأنتي عم تشتغلي عجنتة كتير منيح لو أنتوا تلاحظوا الطبق صار نضيف أنا هيك بعرف أنه العجينة مضبوطة جدا ما ضل عندي دقيق وبنفس الوقت العجينة فيها تلزيقة خفيفة شوي هلا رح ضيف معلقة الزبدة التانية اللي هي اللي كبيرة وإضافة من عندي اختياري حطيت معلقة زبدة صغيرة طبيعية وهذا اختياري وحتى نوع الزبدة اللي بتستخدمه كمان بيكون اختياري رح نبدأ نعجن كتير منيح وما تتفاجأوا من شكل العجينة بالأول كملوا عجن للآخر لحتى تلاقوا الزبدة اندمجت هلا خطوة كتير مهمة تنعيم العجينة بنحط لها رشة زيت ومنبدأ نعجنة كتير منيح لو أنتوا تلاحظوا أنا ما حركت العجينة من مكانة بنفس الطبق اللي أنا عجنت فيه رح عجنة كتير منيح وابدأ بيدي يعني خمس ست دقايق ما بتقدروا تعجنوا عجنوا لأنه هاي الخطوة كتير مهمة لنعومة العجينة هلا بعد ما عجنت كتير منيح مسح زيت على الوش لحتى ما تنشف معي وهي الخطوة اختيارية بس إذا عملتوها رح تعطيكم النتيجة حلوة جدا إنه نحنا حنحطه بالبرد التخمير البطيء بيعطيني نتائج أروع بكتير للعجين هلا رح نيجي للحشوات عندي كسترد عملته بالبيت ومبردته شوية دقيق وحليب وبشر ليمون طبقتهم على النار وعدين تركتهم يبردوا رح ضفلهم جوزهند وطبعا هذا اختياري يعني فيكن انتو ما تضيفوا أساسا بس بيعطيكم نكهة كتير طيبة شوية زبيب ومنحركن مع بعض هاي الحشوة كتير كتير طيبة الولاد عندي كلهم حبوها رح غطيها لحتى ما تنشف وحطها كمان بالبرد فيكن تعملوها الحشوة بالكاكاو فبتصير في نكهة شوكولاتة فيكن تعملوها بزبدة اللوتس فيه أفكار كتير كتير حلوة هلا الحشوة الثانية كمان هاي الأساسيات يعني ما فينا نغل نتخلى عنا العجوة رح ضيف للعجوة معلقة زبدة كبيرة ورشة قرفة فيكن كمان تضيفو هيل او يانسون متل ما بتحبوه رح نجينا كتير منيح ونعمة شايفين هيك بتحركوها بين ايديكم تلاقوها صارت كتير طرية ونعمة عجينتنا جاهزة وحشواتنا جاهزين هلا بعد ما حضرت كل شي هروح افطر وبرجع لكم بعض الفطور هلا بعد ما افطرت وخلصت شغلي العجينة قبل ما اشتغل فيها بساعة بطلعها من البراد شايفين كيف شكلها كتير ناعم وحلو ومرتاحة جدا رح حضر المكان اللي رح اشتغل فيه مفارش السيليكون كتير بتريحكم بالشغل بالعجين وبتحافظوا على نظافتها هلا رح نسق العجينة لحتى اقدر اني انا اطعها بشكل نوعا ما متساوي فردة خفيفة بنا الشابة ممكن تخلوها شكل دائري او مستطيل ما رح تفرق المهم انه نحنا هنعتمد على حاسة النظر بهاي القصة ما رح نزينه على ميزان ولا بالجرامات بشكل بسيط جدا وكمان نسيت لكم انه ممكن تعملوها بدون اي حشوات وسادة بدون اي اضافات مجرد هاي العجينة تشكلوها بالشكل اللي انتو بتحبوه وبعدين تعملوا منه المعجنات ممكن تحضروها منها حتى البيتزا بيبقى هده كتير رائع خرافية لازم فعلا نتجربوها هلأ القطع اللي صغيرة رح ادمجهم مع بعض انا بالنظر بشوف اللي انا بحسها كبيرة شوي خلاص بحافظ عليها الاحجام متل ما انتو بتحبوه فيكن تزغروها اكتر فيكن كمان تكبروها تعملوها كبيرة انا حبيت اعملها صغيرة على قد يعني شخص واحد بدون ما قطعها وبدون ما قسمة مناخدها من الصينية هيك على طول فكتير بتبقى سهلة هلأ العجينة شو بدي يقلكن مرتاحة جدا وساعدتني بالشغل وحتى ما اضطرتني انا ضفلة حتى ولا رشية دقيق مضبوطة على الليبرا هلأ رح نفردها فردة خفيفة ما رح بالغ بالفرد حتى تكون الحشوة جواتها هلأ الكميات بالحشوة متل ما انتو بتكون بتحبو تقلو عن هاي الحشوة بتحبو تزودو حنقفلها كتير منيح نزمزمها هيك من تحت وندورها بيدنا لحتى تتناسق ويبقى شكل هيك مرتب وحلو بعدين رح حطها بالصينية الصينية طبعا انا دهنتها دهنة بالزبدة ورشة دقيق فيكن تدهنوها بزيت فيكن تحطو ورق زبدة متل ما بتحبو وطبعا الملاحظة كتير مهمة نحنا اول قطعة منشتغل فيها او منبدأ نفرد فيها هي اول قطعة نحنا كورناها اخر قطعتين انا حطيت فيهم جبنة اي نوع جبنة انتو بتحبو كيري قريش متل ما انتو بتحبو بس انا كتير بحب الحشوات الحادقة شوي هلا هيك انا خلصتوا وما اخدوا معي شغل ابدا رصيتهم بالصينية ومطل ما انتو شايفين انا عجبتني هاي الحركة وقلت حطب بقى شفتها على اليوتيوب رح حط الصينية بالفرن رح حط تحت الصينية وحط فيها مي صخنة اتركوا نصف صعب الفرن وممكن اقل من هيك لحتى حجمه يتضاعف هاي الطريقة بتعطيكم نتائج رائعة جدا جدا هلا رح شير هاي الغط اللي انا حطيته بالنص رح ابدأ ادهنون انا دهنتهم ببيضة خافقتها مع معلقتين كبار حليب ورشة قهوة وطبعا انا اول ما طلعت الصينية من الفرن شغلته لحتى يكون محمى مسبقا رح زينا باللي ينسون وحبة البركة فيكم كمان تحطوا رشة سمسم وهيك تحضروا صاروا جاهزين وما اخدوا معي وقت بالتحضير ابدا فيكم هاي العجينة تحضروها يعني تعجنوها وتحطوها بالفريزة بتبقى جاهزة باي وقت انتو حابين تعملوا فطور او عشا او عنكن اي ضيوف جايينكن فجأة حبيت اعمل لها اشكال بالمقص قصيتها هيك من الطرف الفرن جاهز انفوتها على الفرن وطبعا من تابعة لحتى تاخد اللون المزبوط من تحت ومن فوق بننظف المكان اللي احنا اشتغلنا فيه وهيك وكأن شيئا لم يكن طلعت الصينية واول ما بتطلع من الفرن بدهانة دهنة بالزبدة رشة جوزهند رشة فستو فيكن ما تحطه اساسا فستو يعني سهل كتير الموضوع وبسيط وراجع للرغبة الشخصية وهي الطريقة كتير لذيذة ولا منقطع ولا من نعمل بكفي العيلة كل ياتا مع شوية هيك شاي الكرك او شاي مسالة وهتاكلوا الاز الاز عشا او سحور انتو ممكن تحضروا او حتى فطور كمان اذا عجبتكن الطريقة وعجبكن الفيديو وصلتوا معي لهون ما تنسوا اللايك والشير وبتمنى انو تجربوه وتقولولي رأيكم بالتعليقات وما ننسى انو اي اكلة لحتى تكون حلوة لازم نحنان الدماء بكل حب وتقبل الله صيامكم وسلام موسيقى